اشتركوا في القناة اكاديمية المحامات وهذا غير صحيح انا تكلمت مع رئيس النواب ورئيس الوزراء بمذكرة لكلاهما فيما يتصل بشرط وضع في النص بعدم جواز قيد المحامة الا اذا حصل على الاكاديمية يطول في هذا الشرح ولكن يمستند الى اسباب مختصرها عدم الدستورية فيما يتصل بهذه الفقرة لافتقاد مبدأ المساواة اتنين يلغي قيمة اجازة الحقوق ويجعلها بلا قيمة تلاتة يفتقد العدل اربعة يفتقد الانسانية لانه مش كل محام يتخرج في كلية الحق او مش كل خريه كلية الحق اتخرج بسهولة ولا كان قادر اهله على ان يكفلوا مصروفاته الا بشكل انفس فلما اجي انا بعد تخرجه واطلب منه عشان يقيد في نقابة المحامين يحصل على سنتين في الاكاديمية اللي هي هتبقى في القاهرة وهو قد يكون من اقاصي الصعيد من اقاصي سيناء من اسكندرية من بورسعيد ويطرق مكان اقامته عشان يجي يقيم في القاهرة عشان يتردد على الاكاديمية ويدرس وان هذا شرط دخوله المحامة انا شايف للاسباب الاربعة واخرها انه غير انساني عشان كده انا تحفظت هذه القضية قد يعني اي قضية من القضايا يعني تقبل اختلاف الاراء ولكن الازي لا يقبل اختلاف الاراء الدستورية واحب من يحاجيني في هذا ان هو يقول لي هل عدم المساواة اخلال بمبدأ دستوري ولا مش اخلال بمبدأ دستوري البعض قال ما احنا من حقنا ان احنا نضع شروط ووزارة الخارجية بتضع شروط للالتحاق بالخارجية ووزارة العاد ويقوله فوق كده وكده كل الحربية وكلية الطيران دي اسمها شروط شروط موضوعية يعني لما تيجي الخارجية تعمل امتحان تحريري وتاخد الاوائل وتعمل امتحان شفوي وتاخد برضو الاوائل هذا حقه لما تيجي الكلية الحربية تعمل حاجة اسمها كشف رياضة وقدرات بدنية هذا يستلزمه الدراسة في الكلية الحربية والانخراط في القوات مسلحة لما تيجي الكلية الطيران تضع شرط في الكشف الطبي اعلى من الشرط بتاع كلية الحربية وكلية الشرطة هذا كلام موضوعي لانه اللي حيقبل ده حيقود طائرة وقيادة الطائرات بتستلزم كفاءة صحية بصرية اكتر هذه مسائل كلها مقبولة احنا نستطيع في نقابة المحامين ان احنا نشترط لقبول المحامي او لقبول قيد في نقابة المحامين يمر بامتحان مثلا يعني سواء تحريري او شفوي انما ان احنا نقول انت مش هتخش النقابة الا اذا خدت سنتين في الاكاديمية هذا شرط تعسفي ويخل بمبدأ المساواة اللي جاري تطبيقه في النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة والنيابة العامة ومجلس الدولة وكافة وظائف الدولة لا يشترط اي حاجة فوق اجازة الحقوق للانخراط فيها المهم بقى ان انا اراد البعض ان يصور لكم ان انا لغيت الاكاديمية وانا تعبت من انا انا ملغيتش الاكاديمية الاكاديمية قائمة طبعا لا يفوت حضراتكم انه لما اتعمل النص في القانون اللي اصدر في في سبتمبر الماضي دون ان يلم به احد من المحامين هو اللي انشأ الاكاديمية طبعا انشاء الاكاديمية يستلزم اجراءات كثيرة جدا توفير الارض واقامة المباني وتجهيز المباني وقاعات المحاضرات وقاعات الدرس والملاعب والى اخره سلزم اختيار هيئة لادارة الاكاديمية واتقم للتدريس في الاكاديمية لان المسألة ما هيش كده حجيب اي حد ولا انتو تجيبه اي حد يدرس اللي جاي يدرس دا لازم يكون على مستوى يبقى صالح انه لديه ما يستطيع انه هو يقدمه بزيادة في هذه الاكاديمية التي قد يجوز لاحد قدامى المحامين ان يطلب الالتحاق بها وحز حقه عشان يتحصل على مزيد من الدراسة تفيده في علمه فانا القرار اللي انا هتلوه على حضرتك الان هو قرار اصدرته حالا ونزلته على موقع النقابة العامة انشاء اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية وفي القرار ذكرت بعد الاطلاع على قانون المحاماة وما ورد فيه بالمادة 230 بشأن اكاديمية للمحاماة قررنا اولا تشكيل هيئة من كافة اعضاء مجلس النقابة العامة لانشاء اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بكل ما استسلزمه من كافة النواحي يعني هذه الهيئة الموكل اليها انشاء الاكاديمية بدءا من توفير الارض والمساحة والرسم واقامة المباة كله كله الى ان يتم استكمال كل شيء متصل بالاكاديمية ومن اجل هذا انا اخترت كل اعضاء مجلس النقابة العامة ليكونوا او لتشكل منهم هذه الهيئة وانا انتظر وجميع المحامين ينتظرون من هذه الهيئة ان تطلع بهذه المهمة المقدسة بالاداء الوجه ثانيا تنعقد الهيئة بلئاسة اقدم الوكلاء ثم التالي اذا غاب وهكذا ثالثا تشكل امانة للهيئة تتولى تنظيم اجتماعاتها والاشراف على تحرير محاضر اجتماعاتها وتيسير كل ما تتطلبه اعمالها في سبيل انشاء الاكاديمية وتتكوى من الاستاذ سعيد عبدالخالق الاستاذ حسين الجمال الاستاذ محمود الداخلي الاستاذ ابو بكر ضوة رابعا يحرر محضر باجتماع الهيئة يسجل فيه الحضور وما نوقش فيه وعضو الهيئة الذي يتغيب ثلاث جلسات بلا عذر تقبله الهيئة مش يقبله النقيب تقبله الهيئة يعني الهيئة نفسها هي صاحبة الحق والسلطة في ان تقبل العذر او لا تقبله يرفع اسمه من الهيئة خامسا وعلى فكرة قبل ما طلع هذا البند انا اتصلت بالاستاذ الدكتور احمد فتح سرور لاستأذنه في ان يكون رئيسا للهيئة الاستشارية فرحب مشكورا تشك الهيئة استشارية من كبار الاساتذة في الجامعات وفي المحامات برئاسة الاستاذ الدكتور احمد فتح سرور وعضوية الاساتذة والدكاترة الاستاذ الدكتور عود محمد عود الاستاذ الدكتور مفيد شهاب الاستاذ الدكتور عبد الرؤوف مهدي الاستاذ الدكتور حسنين عبيد الاستاذ الدكتور جابر جاد نصار الاستاذ الدكتور نبيل حلمي الاستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن الاستاذ رأفة نوار المحامي سادسا يتولى الاستاذ الدكتور احمد فتح سرور رئيس الهيئة الاستشارية دعوتها للاجتماع وتنظيم أعمالها والتعاون مع هيئة إنشاء الأكاديمية صدر بنقابة المحامين السبت الموافق 21 نوفمبر 2020 ويعمل به فورا صادر من نقيب المحامين وتم وضعه على موقع النقابة وأتعشم أن تسارع الهيئة للاجتماع لتنظيم عملها لأنه أمامها مهمة كبيرة جدا جدا للقيام به أحب برضو أبلغ الزملاء أن أنا عاكف لأنه في ناس زعلانة وعاوزيني كده أطلع قرار مرة واحدة كده بقبول كل التظلمات والإعادة من الزوال وأنا تعبت أن أقول أنه الكلام ده غير جائس لأن كل حالة لها خصوصيتها وفي ناس بيبقى ثابت أنهم لا يعملون ابن محمد بيشتغل حاجة تانية خالص مقدرش أخده كده أقول أن أنا كل الطلبات أقبلها فعشان كده أنا قاعد أنا دلوقتي بنجز النهاردة دلوقتي تلتميت تظلم من الزوال وأتعشى خلال هذا الأسبوع أن أنهيها جميعا بما شئت الله شكرا لكم مع أطلع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته